ساعة سبعة بإذن الله تعالى اليوم زي ما خصصنا عمس لابو عبد الرحمن برضه اليوم نعتبره ضيبن علينا وله مننا أربعة شهور تفضل يا ابو عبد الرحمن الرواية اليوم بأتصالف لكم أنها هنا معذج من الماضي في المملكة ويوم وقت الجهل نعتبره يوم وقت الجهل وليس الجهلية بعضنا يقول الجهلية لكن الجهلية مقبل الإسلام والجهل جت فترة دونها جاء فيها جهل عند الناس وجهل والناس الشاهد فيه رجل اسمها اسمه مذهان ابن بريقع أرمالي الشمري وهذا الرجل ما لهم من العيال الأولاد اللي بنت ما الله عطاه اللي بنت وكانت هي لي تحفظ البل وكانت هي رأية البل وهو جنبها البل دائما لازم يكون فيه ريجل يحرسون لازم يكون فيه رجل يراقبونها لا بد يكون فيها غير الرعي اللي يرعاها لازم يكون فيه جنبها أحد لا تأخذ هو الجنب يجي في أطرافها يجي بأيد عنها ما يجي ما يجي وسطها مباشرة يجي عشان ينتبه إلى أحد نزل عليها فيقول كانوا يما الزاعد والزاعد شمال من حايل ومسرحين جهة النفوت جهة النفوت غربا منهم مسرحين جهتها ويوم منه جاء الضحى واصطبح راح وريح له في مكان ونسدح له على شجرة واركضها راح عليها أخذ لغا فيها بسيط كانت تفرسه بحديدها فما در الله بنته جايتنا على القعودها ولا يتصيحه أبوه 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 يلبل واخذت تلبل واخذت تلبل واخذت يوم منه رفع رأسه واستقعد ولا فرسه جايت نتردي بحديدها الخيل عندها نباهة تعرف الموقف تعرف أن البل عليها قوم ونخذوها وتعرف الرأيها في حاجتها جت من مكانها اللي كانت ترأى فيه جت بحديدها الرأيها الخيالها يوم قام لأفرس جايت نتردي والبنت جايت نتردي تعلمه والفرس جايت نتردي وهو يركب ويوم طالع في الرئيس جيل واللي الرئيس جيل عدد كبير يمكن في الخمسين رجال وكلهم ألخيول وكلهم نزفين على البل راحة البل دون ريجل عدد كبير هو يلحقهم ويبرالهم يوم منه يلحقهم قال الحوات الغانمة الحذية من الجسم هي نياقة بس يقول اليوم صارت لكم سيسبتوها الحذية عطوني منها لا تخذونها كلها الحذية هي الحوات الغانمة من الجسم قالوا حذيتك هالقعود اللي عليها البنت هذا ما نبيه الله خذه إلا غيره قال غيره ما بيش طبعا بنته شافت أن كنف أبوها برود وهو يتعرف أن أبوها عندها القدرة لكن العدد كبير والرجل مقفين على البل والموضوع كذرة تغلب الشجاع أي فقام تتصيح على أبوها تنخى أبوي أبوي ما نايحنا عداي الجيراننا منحة ضيوفنا أبوي أبوي والذكر بلبل والذكر بفلانه وفلانه من البل عشان تشوشه ويوم من هذا هو لا نحتمى طبعا ترى سبحان الله عظيم ترى تعطيه تسخين ماذا تعطيه تسخين علشان زي ما قال بمشبه بقبيل أيوه وهو يحول عليهم ويصل أمر عليهم طبعا كانت الفروسية منول في الزمال القديم المهارة فيها طبعا تحتاج إلى مهارة تحتاج إلى مكانية تحتاج إلى شجاعة كل شيء لكن الفرس اللي يجرعيها على أسرع قدر ممكن يذبح اللي قدامه لو ناشجع منه معلومة السرعة والمفاجئة السرعة الفرس ويجاية اللي قدامها أقل منها جهد وأقل منها ركض اللي صاحب السرعة يقتل لي أو يطرح من على فرسه هذه ميزة فتلقى دائما في المعارك هم فيها كر وفر تلقى ويقفي هو مقفى ما هو بخايف لكن يبي المسانيد المسانيد لحد هناك يصلى يرجع ويرد ويجع على سرعة قوية فحول عليهم الرجال ويحول عليهم أمرك ويطلع منهم ويقول يا والله أنا مصوب الله منهم كم واحد صواب هو الحال هو الحال ويرجع مرة ثانية وهم يطلعون هم يجنبون عن البل هم يطلعون لي ولا رجال حالة وكيف طلعهم هم يصلونها عليه غراء هم يطلعونها من البل هو يأخذ شوي ويرد عليهم ويطلعهم من البل هم يأخذونه ويطول النهار يتموجونهم إياه اللي منه طلعهم وراحوا وشوجههم نقذين طلعوهم اشهد بنهم برجاء طلع منها والي منهم قفوا على البل وخذوا مضعهم الطبيعي صلها عليهم ولا منه صلها عليهم وقالوا خير ها إلا قلب يا بمشبب هل حالة وضراء خمسي وقعدت أمرك يتموجه إياهم وقعدت الأمرك يتموجه إياهم إلى ندوح النهار جاي نضحها أنت عد الظهر قرب العصر وادمي سالت بس محط طح كلها إصابات والخيلة نعثر بعضها والناس تعبت وخيلهم نهد حيلها وما جاي من طرقة طويلة وها فرسة ما زالت أنشط من خيولهم فرجحت الكفة معها بكثرة فقال لعقيدهم يا ربع والله هي اللي من اليوم لأن الحين قرب العصر وأنتم تموجهون وأنتم إياه كل ما تتظهرون يرجحوا يظهركم ما في حيلة ما لكم فيها ينصيب لكن جنبوا عنها خلوها الشاهد هذا بنته ما تبطل ما غير تزغرد وتصيق وتشيد ببوها شوش به واليام من ابوها رد البل صحة البل والحقتها البل ثم الحقه لقوم طلع ابوها ورد والبل وهذه هم يتموا وجههم آه نعم بل بنت ابوها بل بنت ابوها هذه والله توخة يوم منهم يوم قال عقيدهم يا رياجيل ما عاد لكم فيها نصيب جاء الأصر وأنتم من الصبح قد مسالة الصوبة كثرة ما عاد باقي الشي ما عاد باقي إلا خسر أنفس رياجيل يعني لحد لها ما صارت خسائر رياجيل كلها إصابات وهم يمتنعون يوم منهم تنعوا وخلوه يروح بن ياقه وبنته قال عقيدهم يا ربع أنا أستاذينكم أنا ترى ماني بخوية لكم وأنتم رحوا في طريقكم ورجعوا قال وانت بيه قال أنا الليلة منضيف منضيف رأيها البيت قال واش تبي فيه قال بيها البنت اللي منضحه وتصيح وتنخى لا كلت ولا ملت وفي علبوها شفتوا وش سوى فينا والله لما الله جابها لي ماني بسعيد الحظ يا ولد أنت صاح قال الله والله أني صاح والله أني ببس فيكم أقنع أخيها الرجال ثم راح وطرمك هو قاعد يتاب ألبل عن بعد عن بعد لين ألبل عرف البيت أهلا ولا دره متقدم أليه حال عليهم ضيف يوم جاء تلبل والله الرجال جالسا على النار في البيت ما شبت لها النار ضيفا مثل مثل الضيوف العادين الخاطرين اللي خطرون على فعلهم جاء الرجال ويمجابوها لي والله أبوها تسدينها كطرات سجاها من الشلف خمسين رجال يعني هو يفسخ أثر لابس لدرع ويفصخ الدرع تعرف أثر الإصابات والتعب ويفصخ الدرع يفسخ الدرع للي فيه تقدر فيه مدري عادي زوج تقول لبنتي عندهم الإصابات فيه ستة وثلاثين ستة وثلاثين ضربة بس نداياها واضحت واقعها الله الخيار ثم الدرع بس ضرباتها مسوية الندايا في الجسم ما تخترق على ما ستة وثلاثين ستة وثلاثين ضرب الرجال ما هم حي الله الرجال يفعلون بس أن الله أصبح وتعالى وقع يوم الله رأي للسلامة وكان لابس فجاء الرجال واخذ وضعها الطبيعي ورحب بضيفه قال لضيف أنت ما عرفتني معز بي قال لا والله أني ما عرفتك لكن ضيف الله يحيي قال أنا أعقد هل قوم اليوم أنت تكاونت وياهم في طرف هل نفوت قال لأ أخذ فلان أنت تكاونت وش اللي جايبك وش اللي تبه جانا قال والله أنا جاينا بي بنتك طلا لما عادة في البل جدي بالبنت أي قال أنا جاينا ببنتك قال وش طمعك في بنتي قال طمعني فعلك أشحد فعلك يوال الطيب تم ببنتك فعلك قال ومن أنت ومن أنت علشان تطمع البنتي قال أنا مني في بج علاء أوه نعم قالوا نعم شابع تنعم بشعلان الرولا قال قال والله انها مهرة من خيالتها وانك وانك تستاهلها وانها ما تغلع عليك لكن اذا الله عطنا وياك طولة عمرة نبعطكيها وزوجكيها ما نبرادك لكن تروح وبعد سنة اذا انت حي وهي حية تجي وزوجكيها قالوا ليه تمنعني هالحين ما تزوجين هالحين قال انزوجتك هالحين يبي يقولون الرجال ابن بريقع ما افتك باعر غارب بنته اهام يبي يقولون الرجال ابن بريقع ما افتك باعر غارب بنته لا رح وبعد سنة اذا انت حي وهي حي وتجييني وزوجك البده هو الحكمة وراح وبعد سنة جاء وزوجك والناس عند ابوها هذا الحقيقة ما حبيتك الله يبي يضوجك على هذه القصة وقصص كلها والله يا ابو عبد الرحمن مجملة جميلة وهذه القصة فيها من العبر ناخذ منها اول شي الشجاعة والاقدام وان الرجل ما يلامي اذا وقف دون مالها او عرضها او نفسه واثنين ان الناس من اول ترى على ما كان فيهم منجوع ترى ما كانوا حريصين على قتل الناس ما كانوا حريصين على قتل المسلم ودهم ياخذون البل لكن ما يبون يكتلون واكثر القصص اللي اسمح الوقت يقول كانوا يطمعون في الدنيا لكن ما هم بحريصين على ذبح بعض ما يبون شين يأكلون صادق والدليل على ذلك عنا الرجال حالهم خمسين كان يقدر واحد يرميه برمح من بعيد ولا يرميه بخنجر ولكن ما يبون يذبحونه واثنين ايضا نستفيد منها ان بنت الرجال كوف واللي شرواكم توخذ هو يتعب عليها ويدفع فيها المال والغالي ويقول نفيس بنت الطيب توخذ بنت الطيب ما تجيك الا بالطيب والعلم الغاني هم إذا الله رزق منها نجيبك الله منها ولدينه يجي من رأسها ذاك العودة وكم ما يسمع ولا قطرة يقوم له ترى واحد لمن الله صلحه قام له بقبيله قبيله كاملة لا من الله صلحه قام بدوله كاملة محمد بن سلمان صلحه الله وفق عنا قام بدوله كاملة قام بالسعودية كلها لا من الله وفق واحد من عيارك لو واحد يدري انحظك بإذن الله تعالى من ترد إلى كامل مال ترغاك من الله ترى نسبهم من الجربن هيالي صدق دور اللي بنت مجربن كنه إياك ولو كان ما يعجبك زينة وجمالة نهل ودور اللي بنت مجربن كنه إياك ويأجي ولدها من فروع العيالي نهل السلام يا بمشبب من قال يا سلام يا سلام الله تصحيح الكلام السلام السلام على الموضوع هذا بس شطر واحد اللي حفظته من قصيتها لك الموضوع واضح ماذا يقول يقول عليك في بنت الحصانة الأصيلي الله يجي ولدها فارس عن قريب صدق يجي ولدها فارس عن قريب يوالله والله يا بعض العرب أنا نجيه نجيهم وحنا نعرفهم يعني يقولون نأعرب من أجواد من أوسط الناس هم مننا نجينا نلقى فيها واحد يظهر مظهار حصان هم مننا نشد عنه قالوا بكم خواله من ألف الأم الله الله باعد المنطاش بوه صحيح والله يجعلنا وانتم الموفقين والله في مقطع قلت مرة وأعجب كثير من الناس وبعض الناس كان يزعوا له وقلت يا أخواني أحيانا الجينات هذه ترهاتها توارث فإن كان الجينات اللي في العرب دولة طيب توارثت وكرم توارثت أخلاق توارثت بخل توارثت جبن توارثت رداء توارثت حتى يا أخواني الشكل في الطبيعة شكل الجسم بعض الوصر يكون من الله خلقتها تتصار ولا مهم زينين ولا عشان كذا أنا نصحتهم قلت يا رجيل أنتو علامكم لا تقعدون حريدين يأخذ منكم تعطيني تقعدون تدورون في نفس الأسرة عطري بنتك وأعطيك قل 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 ونفس الشكل نفس الشكل نفس الشكل ونفس الطول ونفس اللون ونفس الفكر واحد يا أخو يخرجهم جبنك واحدة من بعيد يجيك ولدها فارك طبعا كثير أيدوني وكثير ما أيدني هل أنت أيد يا أبو عبد رحمة أنا أيد بقوة أنا أيد بقوة وأنت يا أبو صالح أيد بقوة والله أنا أيد أكيد بنت الرجال الطيبين هي اللي يعني لا أنا أتكلم على الزواج من بعيد تغيير النسب والله شيء يخطي وحد يخطي وحد يصيب صدق لكن لغلب أنه يصيب والله ما أدري عنه التوفيق من الله ياسر شاعر بنأخذ من قصيدة إذا سمحت أولا أنا والله سعيد بما أسمع وما أجد